حيام نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها فيها نسو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا قيام 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 أتعرفين يا أمي أنا أحب هذا الفستان جدا إنه الفستان الذي اشتريته العيد الماضي أليس كذلك؟ أجل إنه جميل بالفعل يا ابنتي غدا لدي حفلة للإنشاد في المدرسة وعندي فكرة عظيمة أخبريني بفكرتك هذه بعد أن أرى من الطارق عندما أرتدي هذا الفستان سأكون أكثر الفتيات أناقة في الحفل مرحبا يا أم حنان ومرحبا بصغيرة الحلوة أهلا بك جارتي مريم كنت أشتري بعض الملابس لحنان فطلبت مني أن أحضرها لنورا أستأذنك بقاءها لبعض الوقت أما أنا فسوف أذهب لموعد الطبيب وأعود بعد قليل على الرحب والساعة ما رأيك في هذا الفستان؟ سأحضر به حفلة الغد أتعلمين؟ أنا أيضا اشتريت هذا الفستان الآن وأفكر في أن أرتديه غدا في حفل الإنشاد ما رأيك؟ إنه جميل فعلا أجمل من فستاني كنت أريد أن أكون أكثر فتاة مميزة ولكن يبدو أن حنان ستكون أجمل مني كيف سأتصرف الآن؟ نورا انتبهي لأخيك حتى أحضر لكم بعض العصير فرصتي في التميز تضيع وتزيد مسؤولياتي في نفس الوقت ولكن لا أعتقد أنه فستان يليق بهذه الحفلة تستطيعين ارتداء فستان آخر ولكنني أراه مناسبا كما تريدين إنه رأيي فقط أنا أنا عصير ياسر أتريد بعض العصير؟ أنا يا إلهي كيف تعطينا الكوبة لأخيك؟ كان سيسكب العصير على فستان حنان إنه الفستان الذي سأحضر به الحفلة الحمد لله أن الفستان الذي كنت تنوين الحضور به يا نورا ليس هنا وإلا كانت الكارثة ستصبح كارثتين كم أنت طيبة يا حنان ولكن ألا تعلماني أن الفستان ممنوعة في حفل الغد ستحضرون جميعا بالزي المدرسي ماذا؟ نعم تلك هي الأنظمة أعتقد أنك تعرفين خطأك آسفة يا أمي ولكنه خطأ صغير ليس من الأخلاق أن تشعري بالضجر وتنوين إذاء صديقتك فقط لأن لديها فستان أجمل من فستانك وأخيرا لم تقوم بمسؤوليتك تجاه أخيك الصغير إذا لم نمتنع عن خطأ واحد يا صغيرتي فسنقع بعد ذلك في أخطاء عديدة وهذا ليس من حسن الأخلاق آبادا وأنا أريد لابنتي أن تكون حسنة الأخلاق كما عوتيني دائما يا صغيرتي الحلوة أعتذر يا أمي أصير 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 وأنت يا ياسر سأحضر لك بعض العصير ولكن في كوبك الخاص هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر